اشتركوا في القناة وشرحنا كيفية ازالته ومنع رجوعه في هذه الحلقة الشاملة لهذا الغرض ان شاء الله في هذه الحلقة سوف نرى كيف يمكننا منع انتقال الفيروسات الى الفلاشة عند ربطها بالاجهزة فكثيرا ما نقوم بحمل الفلاشة معنا وربطها باجهزة اخرى مختلفة سواء في مقاهي الانترنت او اجهزة لاصدقائنا وشيء من هذا القبيل وبالتالي تنتقل الفيروسات والبرمجيات الخبيثة المتواجدة في هذه الاجهزة الى الفلاشة ومن ثم عند اعادة ربط الفلاشة باجهزتنا الشخصية يتم انتقال هذه الفيروسات الى الاجهزة وبالتالي تنتشر الفيروسات والبرمجيات الخبيثة على كل من الفلاشة والجهاز لذلك فينبغي حماية الفلاشة اولا من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة ثم من باقي المستخدمين الاشخاص الاخرين الذين تعطيهم الفلاشة او يصلون الى الفلاشة الخاصة بك بحيث سنمنعهم ايضا من اضافة اي شيء الى الفلاشة من تعديدها من عامل فورمات لها فقط كل ما يمكنهم فعله هو فتح الملفات الموجودة فيها والاطلاع عليها لكن لا يمكنهم اضافة اي شيء او ازالة اي شيء وبطبيعة الحال ان اردت ايضا معرفة كيف يمكنك منع باقي المستخدمين من فتح الملفات المتواجدة على الفلاشة فهذا موضوع قد سبق واصطرقنا اليه في حلقات سابقة اذا في هذه الحلقة لن نحتاج الى اي اعدادات متقدمة او الى اي برامج فقط سنعتمد على الـ CMD اذا مباشرة تذهب الى الـ CMD هنا ان كنت تستخدم قائمة ابداء على هذا الشكل تكتب في خانة البحث CMD على هذا الشكل ثم تقف عليها وتضغط على زر الفعل الايمن بعد ذلك تختار run as administrator او ان كان نظامك بالفرنسية فتختار execute on top administrator ليتم فتح الـ CMD بصلاحية الـ admin اما ان كنت تشتغل على الـ Windows 8 والـ Windows 8.1 ولا تستخدم قائمة ابداء في شكلها الافتراضي فتذهب الى خانة البحث هنا ثم تكتب ايضا CMD بعد ذلك تقف علي command plant تضغط على زر الفعل الايمن ثم تختار run as administrator او ان كان النظامك بالفرنسية مرة اخرى تختار execute on top administrator ومباشرة بعد ان تفتح نقوم بادخال الامر التالي diskpart وهو امر معروف لدى متابعي ومحبي مشروع فقط استخدمناه لاغراض مختلفة في حلقات سابقة بعد ان تكتب diskpart تضغط على entry او enter من لوحة المفاتيح ثم بعد ذلك نكتب list disk ثم نضغط ايضا على entry او enter بعد ذلك كما تلاحظون يظهر لنا الاقراص ما يجب ان تركز عليه انت هو حجم الفلاشة لديك ان حجم الفلاشة عندي او لسي استخدمه الان هو 8 جيجا بايتس 8 جيجا بايتس هي 7388 ميجا بايتس لان بطبيعة الحال الحجم الكل لا يظهر كاملا 8 جيجا بايتس سكن في حدود 7000 ميجا بايتس اذا هذه هي الفلاشة ركز دائما على هذا القسم size لتعرف ما هي الفلاشة ثم لو لاحظت هنا امام حجم الفلاشة 7000 عندي disk1 قد يكون الرقم مختلف disk2 او 0 او اي شيء ان هذا قبيل في حالة disk1 اذا ساكتب الامر التالي select disk1 ثم نضغط ايضا على enter او entry كما تلاحظون يكتب لي هذه الجملة disk1 is now the selected disk بمعنى انه القرص المختار والذي سيتم تطبيق التعديلات عليه بعد ذلك مباشرة نكتب الامر التالي attributes space disk set read only لنعطي خاصية القراءة فقط ثم بعد ذلك نضغط على entry او enter فكما تلاحظون disk attributes set sus flee لو ذهبت الان الى الفلاشة كما تلاحظون هذه الفلاشة كينغ ستون اقوم بفتحها مثلا هذا الملف عندي لا يمكنني ازالته لو ضغطت عليها كذا على delete او سيبريمي لاحظوا اضغط على yes لا تتم ازالته ويبقى في مكانه ايضا لو رغبت في نقل او اضافة ملف ما الى الفلاشة هذا الملف لا يستطيع كما تلاحظون يطلب مني try again try again ولن استطيع اضافته وبهذا فانت سوف تمنع دخول اي شيء دخول الملفات وايضا دخول الفيروسات والبرمجية الخبيطة لن يستطيع اي شيء الدخول الى الفلاشة عند ربطها باي جهاز اخر وبالتالي فستحميها من الفيروسات والبرمجية الخبيطة وتحميها ايضا من ان يقوم باقي المستخدمين من التعديل عليها باضافة او حدف ملفات ايضا لا يمكنهم عمل format لو عودنا الى الفلاشة الان وضغطنا على زي الفعل الايمن ثم اختلت format على سبيل المثال وضغطت على start كما سلاحظون يقول لي the disk is already protected وبتالي لا استطيع عمل حتى format للفلاشة اذا كيف نزيل هذا الامر ونعيد الفلاشة الى الحالة الطبيعية فقط نكتب الامر التالي attributes في cmd بطبعة الحال ثم نكتب disk ثم clear read only ثم نضغط على enter او entry تم الامر بنجاح تم تنظيف الامر الذي قمنا بادخاله سابقا نعود الان الى الفلاشة اقوم بفتحها ولاحظوا مثلا عند الرغبة في ازالة هذا الملف اضغط على yes تمت ازالته ايضا عند الرغبة في اضافة اي ملف تمت اضافته بدون اي مشاكل وعند الرغبة في عمل format سيتم فعل ذلك ايضا بدون اي مشاكل وبهذا نكون قد وصلنا الى نهاية حلقتنا هذه لا تنسى ابداء اعجابك بالحلقة ومشاركتها مع اصدقائك لتعمل فائدة ودعما ايضا للموقع وللمزيد من الحلقات والمقالات المتميزة وايضا الحصرية تفضل بزيارة موقع مشروح كما لا تنسى الاشتراك في قناتين مشروح الاولى والثانية اي لم تكن من مشتركي ما بعد لتبقى على اطلاع بجديد القناتين هذا وادعوك للانضمام الى متابعي ومحبي مشروح على الشبكات الاجتماعية الفيسبوك تويتر وغوغل بلاس كما اسعد بصداقتك على صفحتي الشخصية كل معلومة التواصل تجدها على موقع مشروح وايضا في وصف الحلقة على اليوتيوب وإلى ان نلقاك ان شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته